برتقال جزار قرفة وماء زهر هذه وصفة كلاسيكية لكل كي يعرفها حولناها المتلجة شاهدوا معنا التحضير المتلجة دي الخيزه مع الليمون غادي نحتاجه الليمون بطبيعة الحال او البرتقال كنعسره وكناخده فقط العصير دي البرتقال غادي نحتاجه العصير دي الجزار او الاخيزه اما كندوزه في الآلة الخاصة لاستخراج الماء دي الخضار والفواكه او الا كنحكو الجزار في الحكاكرقيقة تنزيده عليه شوية الماء وكنتحنه في طحانة دي تضو وكناخده من بعد وكنعسره باش كنستخرجه العصير او الى الماء دي الجزار عندنا العصير دي الليمون الحامض الماء دي الزهر وعويدات القرفة غادي نحضره شراب دي السكر او لا سيرو دي السكر بسكر الماء وغادي نستعملو المربا دي البرتقال كنبدو بشرب دي السكر او لا سيرو باش غادي نحضروا المتلجة كنديرو الماء كنزيدو عليه السكر كنزيدو عليه زوج دي العواد القرفة وكنخليوه تيدوب تكيو اللي عندنا سيرو غادي نرفضو القيمة دي المعلقة كبيرة دي المربا تاع البرتقال غادي عطي لنا شوية دي المادة لهادي المتلجة هادي لاننا نحن غادي نكونوا مستعملين فقط غادي عصائر العصير دي البرتقال والعصير دي الجزر فهادي كلسعة دي القشرة دي البرتقال كجهل ديدا غادي ناخد العصير دي البرتقال كنزيدو على المربا العصير دي الجزر كنخلطو هاد العصائر مع بعضها ولاننا عندنا هنا يسيرو ديال السكر او اللي شراب ديال السكر بغينا نهرسو له دك الحلاوة ديالو كنديرو العصير ديال لمو الحمض وغادي نزيد المادة الزهر اللي غادي يعطي لنا واحدة طيبة هائلة لهاد المتلجة دابا كيكون سيرو جد ديال السكر ننضيفوه هنا يعلى العصائر وهاد السيرو ديال السكر هو اللي غادي يخلي المتلجة ديال ما ما يجيوش فيها داك البلور ديال التلج اللي كيحجر وكيخلي المتلجة ما تكونش ناعمة دابا غادي نغطي هاد الخاليط هادا وغادي ندخلوه لتلجة حتى كيبرد كيمكنلي نعملو غير في الجهة العادية ديال التلجة حتى يدفع وعادة باش ندخلوه للمجمد او لا إلا كنت كنحس به انه دافي كنقفل عليه في البلاستيك وكندخلوه مباشرة المجمد كنخرجو العصير بعد ما خليناه تقريبا واحد ساعة في المجمد حتى كيقصح شي شوية كيبدا يتجمت هانسوما كتشوفو معايا كيف شولا داز من ذاك الهيئة السائلة وولاها كده شوية قاسح دابا غادي نهرسو ذاك البلاور ديال التلج اللي تكون في العصير غادي تشوفو معايا كيف شولات الكتافة ديالت العصير كتولي بحال هكده غادي نعود نغطيه وغادي نرجع المجمد حتى كيعاودي يقصح وكنخرجو وعاودي كنخفقو بالطراب الكهربائي هاد العمليات نقوم بها تلاتة حتى الاربعه ديال المرات حتى كنحصل على واحد الكتافة او اللي على واحد المتلجة اللي ملسا ما فيها شي داك البلاور قاسح بعد ما كتوجد المتلجة كنعملوها في واحد العلبة ديال البلاستيك غدائي وكنعملوها في التلجة وكنحتفظو بها دائما في المجمد غايمكلكم تشوفو معايا الكتافة ديالو وكيفاش النعومة ديال المتلجة غير بحال هاكده كيولي املس على هاد الشكل هادا وكنكونوا حصلنا على متلجة من نوع صوربي ممتازة بنكهات البرتقال والجزر هادي متلجة من بين المتلجات المفدلة كنتمناء نكم تجربوها اشتركوا في القناة